اطلق والي سلامات عبدالله ابراهيم صيام يوم الخميس 21 نوفمبر 2024 حملة التطعيم تتشر للأطفال في المركز الصحي الشمالي بمدينة أمتيمان تشمل الحملة توفير مكملات فيتامين ألف والتخلص من الديدان وتستهدف بشكل رئيسي للأطفال العمرهم ما يقارب من صفر لحد 59 شهر حيث لا يزال مرض سلال الأطفال يمثل تحدي صحيا كبير وخلال الحفل دعا المحافظة عبدالله ابراهيم صيام السلطات على جميع المستويات والسكان للمشاركة الفعالة لضمان نجاح الحدث الضروري لصحة العامة استقبل وزير الخدمة العامة والحوار الاجتماعي عبدالله ميودو ميامي يوم الخميس 21 نوفمبر سفير جمهورية مصر العربية طارق يوسف وتمحور المحادثات حول تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين الصديقين بل إضافة لمناقشة تحديات وأفاق التعاون في مجال هجرة العمالة بين تشاد ومصر وقد تناولت المناقشات مسألة حماية العمال المهاجرين مما يبرز أهمية إنشاء إطار مناسب لضمان حقوق العمال التشادين في مصر وأشار الطرفان إلى أن هذه الجلسة تمثل خطوة مهمة لتعزيز العلاقات الدبلوماسية بين البلدين بهدف تحسين هيكلة إدارة العامة تحت شعار تثقيف مناصرة وتحرك الآن احتفلت وزارة الصحة العامة يوم الخميس 21 نوفمبر 2024 بمركز سيفوت بذكرة الأسبوع العالمي لاستخدام السليم للمضادات الحيوية وتضمنت الفعالة يدي أنشطة توعيوية وورشة عمل تدريبية لمسؤولية اتصال المعني بمراقبة مقاومة مضادات الميكروبات ركزت على إجراءات الاختبارات والتوعية وذكر نائب العمين العام لوزير الصحة العامة الدكتور محمد حميد أحمد في كلمته في مقاومة مضادات الميكروبات ضد أكبر التهديدات التواجه الصحة العالمية والأمن الغذائي والبيئة اليوم في حادثة أو أكسدا مأساوي أطلق مراحق يبلغ من العمر 13 عام النار على صدره عن طريق الخطأ في مو عاصمة كاوكا نيم اليوم الخميس 21 نوفمبر 2024 وكان المراهق يلعب في منزل أسرة بمسدس محشو بالرصاص وحصلت الواقعة عندما تلعب به وأدى ذلك ليطلاق النار على نفسه